البيض في مية وخل عشان برضو يتخلص من أي حاجة موجودة عليه وبعد كده بيخزنه في التلاجة هل ده برضو ده كويس ولا لأ؟ لا ده غلق جدا لأن قشة البيضة حضرتك مسامية فالمية المخل أو أي إن كانت المية المستخدمة في الغسيل بشيء لا إراضي منها هتخش جوه مسام البيضة حتى لو مية بس من غير أي إضافات؟ نعم حتى لو مية بس من غير أي إضافات؟ من غير أي إضافات المية هتخش المية طبعا مش نزلة معقمة من الحنفية يا فندي هتخش جوه البيضة البيضة هتبوز وهي في التلاجة في بعض الاتساخات بتكون على البيض أنا بقول إن ربة البيض تجيب وماشى مبلولة وتبتدي تمسحها وتنشفها وتحطها في التلاجة ما تغمرش البيض في المية لأن ده بيؤدي إلى سرعة فساد البيض لأنه ممكن تسيب البيض في التلاجة بالشهر والشهر ونصف وده بيفسر إن إحنا بنلاقي ساعات بيض بايز ده نتيجة إن المية بتكون دخل جوه لأنه إشرة البيضة مسامية فبالتالي المية مش معقمة ولو حتى المية معقمة بتتفاعل مع المادة الغذائية جوه فبتسبب الفساد لي موسيقى موسيقى